نختم الفقرة دي إنجاز الحقيقة يمكن حققه بطل عالمي الحقيقة رادة لسكواش دايما مشرفونا لكن ابننا ونجمنا مصطفى عسل الحقيقة اللي كرامه كابتن محمود الخطيب بمناسبة زي ما حضراتكم شايفين كده في الصورة دي واللقطة دي بمناسبة فوزه وتتويجه بلقب بطولة العظماء في حدود طبعا معلوماتي ومتابعاتي للبطولة دي كان يمكن تأهل للدور ربع النهائي هلت لعبين من أصول مصرية أو بقول من أصول مصرية لأنه بعتبر محمد الشورباجي اللعب اللي مثل إنجلترا في البطولة طبعا لعب باسم إنجلترا لكن في النهاية علي فرج ومصطفى عسل بيمثله مصر وفي الدور قبل النهائي واجه مصطفى عسل علي فرج كان متصدر المجموعة الأولى على حساب محمد الشورباجي اللي مثل إنجلترا في البطولة وقدر يوصل للمباراة النهائية ويحسب لقب البطولة بعد أيام أعتقد من تتويجه ببطولة الجونال الدولية وهي واحدة برضو من التمن بطولات الكبرى وفي اللقطة دي طبعا عضاء مجلس إدارة النادي الأهلي الوزير العامري فاروق نائب رئيس خالد مرتاجي أمين السندوق وكابتن خطيب طبعا كان حاضر التكريم كل التوفيق الحقيقة لمصطفى واحد من النجوم اللي تراهن عليهم بقوة جدا في مستقبل سكواش المصري نستقبل بعد الفاصل